السلام عليكم ومرحبا بكم في سلسة فوائد نحوية موضوعنا لهذا اليوم اعراب العلم العلم تارتا يكون مفردا وأخرى مركبا المراب المفرد هنا أي ما ليس مركبا إن كان العلم مفردا فهو يعرب بحسب موقعه في الجملة أو من الجملة مثلا نأخذ مثلا كلمة محمد ندخلها في جملة جاء محمد محمد هنا فاعل وندخلها في جملة أخرى رأيت محمدا أصبحت مفعولا به ندخلها في جملة أخرى مررت بمحمد أصبحت اسما مجرورا بحرف الجر هذا بالنسبة إلى العلم المفرد أما العلم المركب فهو تارتا يكون مركبا تركيبا إضافيا أو تركيبا مسجيا أو تركيبا إسناديا طيب كيف تعرب المركب تركيب إضافي الإعراب كالآتي الجزء الأول يكون بحسب موقعه في الجملة والثاني مجرور بالإضافة والثاني مجرور بالإضافة نأخذ مثالا مثلا عبد الله كلمة عبد الله مركبة من كلمتين من كلمة عبد ولفظة جلالة وأصبحت كلها علما مركبا تركيبا إضافيا الجزء الأول يعرب بحسب الموقع في الجملة مثال جاء عبد الله والجزء الثاني يكون مجرور بالإضافة دائما تقول جاء عبد الله كلمة عبد نضع عليها ضمة علامة على الرفع ولفظة جلالة الكسرة لأنه مجرور بالإضافة طيب رأيت عبد الله لاحظون بأن كلمة عبد اختلفت حركتها وأصبحت الفتحة لتغير الموقع لأن هنا أصبحت مفعولا به رأيت عبد الله أما لفظة جلالة فبقي مجرور بالإضافة أي الجزء الثاني بقي مجرور بالإضافة مثال آخر مررت بعبد الله كلمة عبد أصبحت مجرورة وهنا الكسرة علامة على الجار أما لفظة جلالة فهي بقيت مجرورة بالإضافة إذن الجزء الأول بحسب الموقع في الجملة أما الثاني فيكون مجرورا بالإضافة دائما هذا بالنسبة إلى المركب تركيبا إضافيا جيد أما المركب تركيبا مسجيا فله صورتان فهو إما أن يكون بويه أو من دون ويه ويه مثل مثلا سيب ويه نفط ويه خال ويه إلى آخره من الأسماء التي تنتهي بويه فإن كان فيه ويه فهو مبنيون على الكسر مثلا جاء سيب ويه ورأيت سيب ويه طبعا سيب ويه بالكسر ومررت بسيب ويه بسيب ويه إذن يكون مبنيا على الكسر طبعا الكلام في الجزء الثاني يكون مبنيا على الكسر جاء سيب ويه ورأيت سيب ويه ومررت بسيب ويه ولفظة في سيب ويه مركبة من مقطعين سيب ويه أي رائحة التفاح وهي لفظة ليست بعربية بل فارسية أما ما يكون من دون ويه مثلا بعل بك بعل وبك بعل وبك بعل المقطع الأول وبك المقطع الثاني مثلا بعلبك بلدة طيبة الهواء مثلا بعلبك بلدة طيبة الهواء بلدة طيبة الهواء مثلا وهنا مرفوعة على الابتداء ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك تلاحظ ببعلبك ولم نقل ببعلبك لأن الأعراب هنا يكون أعراب ما لا ينصرف العلم المركب تركيبا مسجيا ويكون من دون ويه يعرب أعراب ما لا ينصرف يعرب أعراب ما لا ينصرف بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا بالفتحة نصبا وجرا بعلبك بلدة طيبة الهواء هنا مبتداء مرفوع ورأيت بعلبك بعلبك هنا مفعول به منصوب ومررت ببعلبك هنا اسم مجرور لكن علامة الجراء الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف هذا بالنسبة إلى المركب تركيب مسجي طيب نأتي إلى المركب تركيبا استناديا يعرب أعراب الحكاية يحكى على لفظه نحن جاد الحق أصلها جملة فعلية فعل وفاعل جاد الحق لكن نقول جاء جاد الحق الشخص يسمى بجاد الحق أو رأيت جاد الحق أو مررت بجاد الحق فهذا الاسم مركب تركيب استنادي ويعرب أعراب الحكاية فهنا كل الجملة تكون فاعل وكل الجملة هنا مفعول به وهنا كل الجملة اسم مجرور هذا بالنسبة إلى أعراب الاسم العلم إلى لقاء آخر أستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة ترجمة نانسي قنقر